الأمر الثاني المعصوم أتحدث عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم المعصوم لا ينفعل بالنجاسة لا تؤثر النجاسة فيه تستغربون من ذلك؟ الماء الكثير لا ينفعل بالنجاسة وماذا يقال له في الإصطلاحات الدينية؟ يقال له من أنه ماء معتصم ما هو الماء المعتصم؟ هو الماء الكثير الذي لا ينفعل بالنجاسة إذا ما اختلطت به النجاسة فهو لا يتنجس لا يتأثر بها كماء النهر مثلا كماء المطر الغزير الماء الكثير ماء الكر وهو ماء ما هو بكثير كثير جدا ماء الكر عبارة عن حوض مكعب ضلعه بحدود ثلاثة أشبار ونصف حوض مكعب ضلعه ضلع هذا الحوض المكعب ثلاثة أشبار ونصف ما هو بحوض كبير؟ ومع ذلك يقال لهذا الماء في الشرع بأنه ماء كثير بأنه ماء معتصم الماء الكثير لا ينفعل بالنجاسة تصدقون هذا وتقبلونه ولا تقبلون هذا للإمام المعصوم الذي هو أصل الطهارة في الوجود على أي حال نحن هكذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة الفرقان في الآية الثامنة والأربعين بعد البسملة وهو الذي أرسل الرياحة بشراً بين يدي رحمته وأنزلنا وأنزلنا من السماء ماء طهورا وهو الذي أرسل الرياحة بشراً بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً لماذا أنزلناه؟ لنحيي به بلدة ميتاً ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسية كثيرة الأناسي هم الناس إذن هذا الماء الطهور لحاجة هؤلاء لماذا قيل له بأنه طهور ماء المطر وصف بهذا الوصف لماذا هو طهور لماذا هذا الماء جاء وصفه بالطهورية طهور فعول وفعول صيغة مبالغة فهل هناك من مبالغة في الطهارة الحسية الماء حينما يكون طاهراً فهو طاهر ولا توجد مبالغة في الطهارة الحسية هو طاهر إذا لم يكن طاهراً فإنه نجس ولا توجد مراتب في الطهارة المادية المراتب موجودة في الطهارة المعنوية في طهارة الأرواح في طهارة القلوب في طهارة النفوس هناك المراتب الكثيرة التي لها أول وليس لها آخر الطهارة المعنوية فيها المراتب الكثيرة الطهارة المادية هي مرتبة واحدة الماء إما أن يكون طاهراً وإما أن يكون نجساً وانتهينا فلماذا جاء وصفه بأنه طهور طهور يعني طاهراً وطاهراً وطاهراً هذا هو المراد من الطهور هناك مضاعفة في الطهارة النظر هنا إلى حيثيات أخرى الماء بما هو ماء هو طاهر وطهارته مرتبته واحدة إذن ما المراد من الطهورية هذا الماء يتميز عن سائر السوائل وحتى عن التراب الذي هو مطهر ثاني بحسب أحكام الدين الماء يطهر غيره ويطهر نفسه بينما التراب يطهر غيره لكنه إذا تنجس لا يمكن أن نطهره بالتراب وإنما يطهر بالماء الماء المطهر الوحيد الذي يطهر غيره ويطهر نفسه الماء المتنجس يطهر بالماء هذه حيثية تضاف إلى طهارة الماء وحيثية أخرى إذا كان الماء كثيرا فإنه لا ينفعل بالنجاسة يحافظ على طهارته ولا تؤثر النجاسة عليه فلذا جاء وصف الماء بأنه طهور وإلا فإذا كان النظر إلى الطهارة الحسية فإن الماء طاهر وانتهينا فليس هناك من طهورية لأن الطهارة الحسية مرتبة واحدة الماء إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا ولا توجد مراتب المراتب في الطهارة المعنوية فما معنى الطهورية هنا النظر إلى هاتين الحيثيتين إلى الحيثية الأولى من أن الماء يطهر غيره ويطهر نفسه والحيثية الثانية من أن الماء الكثير لا ينفعل بالنجاسة لا تؤثر النجاسة عليه من هنا جاءت طهورية الماء وكل هذا لأجل هذه الغايات لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة هذا الكلام تقبلونه تقبلونه في أن الماء لا ينفعل بالنجاسة وما قيمته الماء إذا أردنا أن نقايسه بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه نحن نحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم فكيف ينفعل المعصوم حينئذ بالنجاسة وقد ذلت النجاسة له وذل كل شيء لكم كيف ينفعل بها إما أن تكون الزيارة هذه ليست صحيحة وإما أن تكون صحيحة فحينئذ لا يمكن أن تؤثر النجاسات في المعصو هناك قانون الانفعال وهناك قانون الفعل الأشياء التي من طبيعتها أنها تنفعل بما هو أشد منها فإنها ستخسر طهارتها حينما تلامسها النجاسة لماذا؟ لأنها تنفعل بالنجاسة تكون ذليلة أمامها الانفعال مذلة كل الأشياء تنفعل بولاية المعصوم ولا تؤثر في وذل كل شيء لكم آية التطهير واضحة في هذا المعنى واضحة جدا إنها الآية الثالثة والثلاثون بعد البسملة من سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير دقق النظر في أن الماء وصف بأنه طهور يعني أنه طاهر وطاهر الطاهر الأولى معروفة الطاهر الثانية أشرت إليها من أن الماء يطهر غيره ويطهر نفسه ومن أنه في حالة كثرته لا ينفعل بالنجاسة حينما تلاقيها النجاسة الآية هنا ماذا تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هذا الرجس كيف نعرفه نسأل القرآن هو سيحدث عن الرجس هذا فتعالوا معي كي نذهب إلى سورة التوبة وإلى الآية الخامسة والعشرين بعد المئة وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون هذا الرجس المعنوي الآية واضحة في هذا وأما الذين في قلوبهم مرض أمراض القلوب معنوية وليست مادية نحن لا نتحدث عن القلب الذي هو عضلة في الصدر أمراضه مادية هذا القلب نحن نتحدث عن القلب الذي هو مركز الإدراك ومركز العواطف ومركز الوجدان نتحدث عن هذا القلب عن القلب الذي هو في روح الإنسان وليس في جسده فهذه أمراض معنوية وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون هذا الرجس المعنوي الآية تتحدث عن الرجس بكل معاني هذا نوع من أنواع الرجس وماذا بعد ونذهب إلى سورة المائدة وإلى الآية التسعين بعد البسملة والتي بعدها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الآية هنا تتحدث عن رجس مشترك ما بين الرجس المادي والرجس المعنوي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الخمر جهة فيه رجس مادي مادة نجس مادة محرمة وجهة فيه رجس معنوي إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون هذه جهات معنوية والميسر كذلك رجس مادي ومعنوي والأنصاب والأنصاب كذلك ما يذبح على الأنصاب لغير الله والأزلام كذلك نوع من أنواع المقامرة في العصر الجاهلي بخصوص الذبائح فهذه العناوين فيها جنبة رجسية مادية وفيها جنبة رجسية معنوية هذا صنف آخر من أصناف الرجس مر علينا في سورة التوبة رجس معنوي وهنا في سورة المائدة رجس مشترك فيه جهة مادية وفيه جهة معنوية وإذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام فإن الآية الخامسة والأربعين بعد المائة بعد البسملة تحدثنا عن رجس مادي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس نجاسات مادية ومن هنا فإن الآية صريحة في طهارة دم المعصوم لأن المعصومة منزه من قبل الله سبحانه وتعالى عن كل رجس بحسب آية التطهير وقبل قليل قرأت عليكم من حديث صفية بنت عبد المطلب ماذا قال لها رسول الله حينما أخبرته من أن الحسين لم ينظف بعد قال يا عم أنت تنظفين من أنت فإن الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهر قل لا أجد فيما أحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به هذا فسق مادي وفيه جهة معنوية بلحاض إذا ما قدموا الذبائح لغير الله لكن الآية تتحدث بشكل خاص عن طعام يستطعم قل لا أجد فيما أحي إلي محرما على طاعم يطعمه الجهة المادية إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل أهل لغير الله به أو فسقا أهل لغير الله به هذه جنبة معنوية تمازج الجنبة المادية ولكن موطن الشاهد في العناوين الأولى من الآية ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ماذا تقول آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنه يذهب عنهم وأذهب عنهم كل أنواع الرجس ما كان معنويا صرفا ما كان ماديا صرفا وما كان مختلطا في جهاته وآثاره وانفعالاته وفاعليته في جنبة الرجس المادي وفي جنبة الرجس المعنوي ذوات منزهة عن كل ذلك الآية صريحة ومعنى الرجس هو هذا من الكتاب الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الرجس الألف واللام في الرجس لإستيعاب كل أنواع الرجس وكل أنواع الرجس تحدث عنها القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وماذا بعد ويطهركم تطهيرا الفعل هنا مشدد ما قالت الآية ويطهركم ويطهركم تطهيرا وهذا مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل يعني أن الفعل قد تكرر ثلاث مرات ويطهركم جاء الفعل مشددا عملية تطهير أولى وعملية تطهير ثانية وجاء المفعول المطلق لتوقيد مضمون الفعل هذه عملية تطهير ثالثة إذا كنا نفهم وصف الطهورية للماء بما تقدم فكيف نفهم هذه المعاني المعمقة والمؤكدة للتطهير كيف نفهمها إذا كان الحديث عن زوال النجاسات وعن زوال القذارات المادية والمعنوية فإن أول الآية قد تكفل بهذا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت فكل النقائص ما كان منها ماديا صرفا ما كان منها معنويا صرفا ما كان منها يشتمل على الجهتين كان برزخيا في ذاته في عوارضه في آثاره في انفعالاته أو في فاعليته في كل ذلك في جميع تلك الشؤون كل هذا تكفل القسم الأول من الآية به في إزالته وإبعاده وإذهابه إنما يريد الله ليذهب إذهابا لا وجود له إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت فماذا أفعل مع عمليات التطهير المؤكدة والمركبة عملية تطهير أولى وثانية وثالثة جزء من مضمونها جزء من مضمونها أنه لا ينفعل بالنجاسات النجاسات إذا ما اصطدمت به ستكتسب الطهارة ويطهركم تطهيرا طهارة أولى لذواتهم وطهارة ثانية لصفاتهم وطهارة ثالثة لأفعالهم وهذه الطهارات هي فوق الطهارة التي تحدثت الآية في أولها عنها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت إذهاب للرس عن ذواتهم وعن صفاتهم وعن أفعالهم وآثارهم وهنا اكتمل الطهارته أما معاني الطهارة في قول الآية ويطهركم تطهيرا تسام في درجات الطهارة لا نستطيع أن نتصوره بعبارة أخرى طهارتهم هي طهارة الله وهذا ما نقرأه في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا فرق بينك وبينها بينك وبين حقائق محمد وآل محمد لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك لأنهم وجهه لأنهم المرآة التي تجلى الله فيها هم وجه الله هم مرآة الله فطهارتهم طهارة الله وعصمتهم عصمة الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي دستورنا العقائدي الشيعي ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله ماذا نقول عن الماء الكثير إنه ماء معتصم هؤلاء عصمتهم عصمة الله طهارتهم طهارة الله ذوات تتأبى عن كل رتس وعن كل نقص ولذا فهذه الذوات لا تنفعل بالنجاسة التدقيق في هذه الآيات يوصلنا إلى هذه النتيجة الواضحة الصريحة نحن نقرأ في غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة نقرأ عن قميصه عن قميص إمام زماننا وقت ظهوره الشريف في الصفحة الخمسين بعد المائتين إنه الحديث الثاني والأربعون بسنده بسند ابن أبي زينب النعماني عن يعقوب بن شعيب عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الإمام يقول ليعقوب ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه موجود عند إمامنا الصادق هذه مواريث النبوة ودلائل الإمام ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه فقلت بلى قال فدعا بقمطر القمطر يعني وعاء حقيبة تصنع من جلد يحفظ فيها الأشياء الثمينة فدعا بقمطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس الكرابيس قماش قطني لونه أبيض إنه من قطن أصفهان قماش أصفهاني يعرف بالكرابيس أصفهاني أيسر دم في كمه في الردن اليسرى هذا هو الكم في الردن اليسرى فإذا في كمه الأيسر دم فقال هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته وفيه يقوم القائم حدث هذا في واقعة أحد ضربت رباعية رسول الله لم تكسر وإنما ضربت جرحت فسال الدم منها فمسحه بكم ثوبه الأيسر ولا زال الدم موجودا في هذا القميص في زمن الصادق صلوات الله عليه وهذا هو القميص الذي سيلبسه القائم يوم ظهوره فقال هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته وفيه يقوم القائم نواصب سقيفة بن ساعد يقولون من أن رباعيته قد قلعت أزيلت وهذا نقص في خلقة رسول الله لا يمكن أن يكون هذا وإنما ضربت جرحت وسال منها دم هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته وفيه يقوم القائم فقبلت الدم هذا الذي يقول هو يعقوب بن شعيب فقبلت الدم ووضعته على وجهي ثم طواه أبو عبد الله وأرجعه إلى مكانه هذا هو دمه رسول الله الطاهر المطهر وهذا قميص رسول الله الذي سيتزين به إمام زماننا متزينا بقميص رسول الله ومتشرفا بدم رسول الله الذي يزين قميصه الأطهر هؤلاء هم محمد وآل محمد نحن لا نتحدث عن حثالات من الأعراب الذين أباعرهم أفضل منهم لا نتحدث عن هؤلاء نتحدث عن مجمع الطهارة والحكمة والعلم والمعرفة نتحدث عن وجه الله هؤلاء محمد وآل محمد الذين لا يقاس بهم أحد من هذه الأمة بل لا يقاس بهم أحد من الخلائق أجمعين نذهب إلى فاصل ماذا نقرأ في الجزء الثامن من الكاف الشريف والطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والثلاثين بعد المائة إنه الحديث الثالث والستون بعد المائة بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مرت علينا هذه الرواية في حلقات متقدمة لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماءه على جنبيه النهر ممتلئ بالماء ونهر الفرات نهر كبير واسع عريض لو أن غير ولي علي أتى الفرات الإمام لا يتحدث عن أعداء علي قال إنه غير ولي علي غير ولي علي قد يكون عدوا لعلي وقد يكون لهو بعدو ولا بصديق لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماءه على جنبيه وهو يزخ زخيخ الأمواج تتدافع تدافع كما يقولون كأنه بطون الحيات وهو يزخ زخيخ لأن بطون الحيات متموجة إذا ما انقلبت الحية على ظهرها فإن بطن الحية يكون متموجا لهذا يشبهون أمواج النهر حينما تتحرك وتتدافع بطون الحيات وقد أشرف ماءه على جنبيه وهو يزخ زخيخ فماذا فعل هذا الذي هو غير ولي علي فتناول بكفه وقال بسم الله فلما فرغ قال الحمد لله كان دما مسفوحا أو لحم خنزير لماذا لأن جوهر الطهارة ليس متوفرا لديه جوهر الطهارة ولاية علي إذا كانت ولاية علي عند شخص من أمثالنا تكون آثارها هكذا فما هو شأن ولايته التي هي تلاصقه وولايته من شؤونه فما شأنه هو إذن ما شأنه هو إذن أين سنضعه حين إذن وكيف سيكون الكلام إذا كان معنى ولاية علي عند عامة الناس هذا هو من عامة الناس كان فاقدا لولاية علي لو كانت ولاية علي عنده لما ترتبت هذه الآثار ولا شرب ماء الفرات زلالا حلالا طيبة ولكنه كان فاقدا لجوهر الطهارة لولاية علي فلذا كان الحكم الحقيقي للماء الذي شربه كان دما مسفوحا أو لحم خنزير فإذا كانت ولاية علي التي هي عندنا والتي لا تساوي شيئا بالقياس إلى ولايته التي هي ولاية ذاتية عنده ولاية علي عندنا عاطفة قناعة عقائدية معلومة فكرية لا تتجاوز هذه المعاني ولها ما لها من الآثار العجيبة هذه وهذا الذي هو غير ولي لعلي حينما جاء إلى الفرات وقد أشرف ماءه على جنبي وهو يزخ زخيخ أمواجه تتدافع تدافع فتناول بكفه هذه كفه ما هي بقطعة من جلد خنزير كفه فتناول بكفه وقال بسم الله فلما فرغ قال الحمد لله كان دما مسفوحا أو لحم خنزير جوهر الطهارة ليس متوفرا غطاء غطاء الأعمال مثلما العملة النقدية من دون غطائها لا تسوي شيئا بل تكون لعنة على الذي يحملها إذا كانت مزورة تكون لعنة عليه ماذا ستفعل به الحكومات إذا كان يتاجر بأموال مزورة إن كان يعلم بهذا أو لا يعلم لماذا لأن العملة المزورة لا غطاء لها فهذا بالضبط حاله كحال المتعامل بالعملة المزورة جوهر الطهارة ليس متوفرا لديه لو كان على ولاية علي لتوفر لديه جوهر الطهارة وما قيمة الذي عنده من ولاية علي إلى ولاية علي نفسه وولاية علي نفسه شأن من شؤونه فما هو شأن علي هل تستغربون بعد هذا حينما أقول من أن المعصومة لا ينفعل بالنجاسة لا يمكن أن ينفعل بالنجاسة وهذا شيء من بعض شؤونه الوقت يجري سريعا ماذا أصنع لهذا الوقت إنني استعجلت كثيرا في شرح هذه النصوص وحاولت أن ألخصها إلى أبعد حد بسبب سطوة سيف الوقت هذا ولم يكتمل الحديث لم يكتمل سأكمله لكم يوم غد إن شاء الله تعالى إننا نتحدث عن محمد وأهل محمد وهل يكتمل الكلام لا نستطيع أن نحيط بأسرارهم ولا نستطيع أن نسبر أغوارهم أين نحن من أسرارهم أو أين نحن من أغوارهم نحن ندور في فلك بعيد عن أثنية حقائقهم هناك حقائقهم وهناك أثنية بعيدة عن حقائقهم نحن ندور في أفلاك بعيدة تدور حول أثنية حقائقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اعتبروا بهذه الرواية هذه الرواية اعتبروا بها وأطيل الوقوف عندها لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماءه على جنبي وهو يزخ زخيخا فتناول بكفه وقال بسم الله فلما فرغ قال الحمد لله كان دما مسفوحا أو لحم خنزير يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران وسلام 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 على إمامنا وسيدنا الحجة بن الحسن صاحب الأمر والزمان في التاسع من ربيع الأول في أول يوم من أيام إمامته الفعلية بعد استشهاد أبيه الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إنه يوم فرحة الزهراء يوم البراءة والولاية نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر